آه جميلة جميلة يعني على ما اعتقد كان الواحد سعيدة كنت سعيدة فيها ولا كنت حاسة انك انت مش عايشة سنك تحملت المسؤولية يا بدري يمكن ربنا بيحط في البني ادم رضا يعني يمكن يعني لو استهى على المقاييس الانسانية للشخصيات في التوقيت ده اكيد كان الواحد يبقى متزمر جدا وما بينامشي وروح مدرسة وكمان لازم يبقى شطر في المدرسة ما هذه كانت الجبرود بتاع ماما وبابا يعني ازاي بقى شطرة جدا في المدرسة وانا كنت الحمد لله رب العالمين يعني الناس كانت بتحبني يعني كان المدرسين بيحطوها بيحبوني قوي وكان على فكرة ما كانتش حد خالص يعرف ان انا بشتغل يعني ولا حتى زمائلي خالص خالص برغم ان انا كنت ترجع متأخر جدا وقوم الصبح اروح ترجع الساعة كمتأ؟ يعني كان ممكن ساعة ارجع الساعة اتنين وتلاتة انفرح متأ؟ مثلا اه او حفلة عامة او كده وروح المدرسة الساعة ستة الصبح اكون صحية نمت بقى ساعتين نمت تلاتة نمت ساعة مش فارق وروح المدرسة وانزل واعمل واجباتي وارجع واعمل الواجب والحاجات دي كلها فكان بالنسبالي الكفاح ابتدى بدري بس كنت يعني ربنا حط جوايا اني والله يا عمر انا عمري ما فكرت ان انا كنت زعلانة ولا مزعلانة يعني عمري ما فكرت بس كنت مثلا لو في رحلة ومش اعرف اروحها كنت ببقى زعلانة مثلا لان الشغل اهم بس ده حميني مسئولية اني في حاجات اهم من حاجات تانية وكان ربنا برضو بيعوض قوي اللي هي ايه الاهم الحاجات الاهم اللي هو سند البيت اني ما نحتاجش حاجة من حد اني السطر كان كلام كبير جدا قبل عمري ما يكبر بكتير كنت عرفه يعني بابا لو ما كانش حصلته الحدثة دي لا ما كنتش انا بقيت فنانة خالص لانه هما كانوا عاملين خطوات تانية خالص هجرة وتربية بره في ايطاليا يعني حاجة تانية خالص يعني اقدر افهم ان الظروف الصعبة اللي انتو مرتوا بيها هي اللي خليتك تشتغالي في سنة صغيرة اه طبعا كنت تصريشي على البيت اه اه طبعا عادي يعني بس كنت صغيرة قبل اه كنت صغيرة جدا بس هما كانوا يعني هما كانوا محسيني ان الموضوع اه مش 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 مصروف بيت الموضوع انت فنانة كويسة اه يعني فاهم يا عمر يعني ما هو انا لو فنانة وحشة ولا دم تقيل ولا بيت رزلة ولا يعني فاهم ما اخا يعني ما هقعدوني في البيت وهتجوز وخلصت الشغلانة يعني او هتربع عادي يعني فاهم قصدي ايه بس برضو بس هما لقوا يعني لقوا رد فعل غير ما كانوا يعني في الاول اتدفع البوش الاولاني كان عشان وازي بس كبرت قبل قوانك يعني يعني ما عاشتش سنك معيني لحد دلوقت انا عيلا ما عارفش ازاي على كبر؟ اه يمكن انا عشان ما اشتاشت زيارة لا طول عمري يعني طول عمري يا عمري ما فيش حاجة لوستني يعني طول عمري ما فيش حاجة اثرت في شخصية صابرين غير اللي صابرين عايزايا لاني لاني طول عمري واخدى الحياة فعلا بطفولة واخدى الحياة ستي كباري يا يا عمي مش اشكال وما زعلش من حد وانسى الزعل اللي هو مش عارفة والله مش عارفة يعني يمكن اول مرة قعد احكي يا دكتور نفسين يا حضرتك والمرة اتكلم بالحاجات دي احنا اصدقاء والحوارات دي كتير بني لكن عايز اعرف طيب الطفولة الواحد ما بيعايش هاش بس احيانا بيكون محتاج حاجات يعني في سنك اولوياتها وحبها لعروسها للعبة لفستان جديد هل كنت يعيش حياتك بقى بناء على شغلك مع بابا بشكل فيه يعني اللي انت عايزاها كان بيجي لك مثلا كنت بيجي بيه ولكن فيه حياة فيها تقشف لان البيت ده بيمر بظروف صعبة لا لا خالص لا خالص لان الحمد لله كان الرزق حلو يعني الحمد لله كان وبعدين انا كنت علشان خاطر بغني وبروح حفلات كتير وافراح كتير فكانت كل يوم عندي فستان يعني انا عايزة ايه اكتر من كده بعدين كنت روحة بقشش بقى على صحابي يعني اجيب من الكنتين حاجات فاكر الكنتيني عمر بتاعنا اللي كان في المدرسة كنت اروح بقى اعزم صحابي على كان بيبسي مثلا وسان دوتشات لانش وانو مش عارف ايه كنت انا يعني الفييسة يا سيتي والله وكنت اروح للكفيفة كهاني كان جنب المدرسة بتاعتنا فاكنت اروح اجيب موز وتفاح وكده واجيب لصحاب يوديهم فبالعكس ده كبرك قبل سنك؟ اه لا اداني عطاء بدري يعني بخلاني ما كبرنيش قبل سنة لا يعني الحمد لله انا عمري في حياتي ما حسيت ان انا اكبر مفيش في الفترة دي او على مدار فترة الصعوبات دي والصراع ده عشان اكل العيش اللي هم تلعيش مفيش لحظات كده فيها ضعف فيها دموع فيها حزن فيها انكسار ممكن يوم مثلا يوم تعبانة حرارتي عالية وبشتغل وبشتغل صعب يوم انام مثلا وانا رايح اراجب جنب بابا في العربية وانام مثلا فابقى صحية يعني يعني متضايقة اه اكيد 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 يعني حصل ده بس في الاخر لما والله يا عمري بجد اسمع الناس بتسقف بقى وفرحانة بيا يا سلام افوق بقى يعني ابقى مروحة فايقة جدا طب ايه اخت حاجة كيف الناس بتحبها منك لما كنت بقلد الفنانة واردة ولما كنت بقلد الفنانة سعاد حسني وهو كان مفروض الاسكيتش يعني اسكيتش فكاه وصابرين وعموا ياسين يعني كان بابا مدرس وانا بقى بقعد اقول له ان روح الجزائر وان روح مش عارف ايه ويا واجهة تقيل فكان خلي بالك يا عمري دي كان ما عندناش كتير كان في الفترة دي خالص يعني